وسائل كتيرة ومتعددة صارت وسيلة لتداول الأخبار صحف تلفزيونية وايضا راديو فيسبوك تويتر انستاجرام سناب شات وتيك توك وواتساب وغيرها الكتير من الوسائل والتطبيقات كنا نقول نحن صحف تلفزيونية تطلع مجلة تلفزيونية وصحف تلفزيونية هذول هنا المصادر الأخبار أيام الأبيض والأسود ولكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بالسنوات الأخيرة عملت انقلاب كتير كبير بشكل الخبر وبسرعة وصوله وبطريقة نشره وتداوله أيضا عبر السوشيل ميديا كلنا منعرف ورد أكيد أن مواقع التواصل الاجتماعي فعلا أمكان غيرت بشكل كتير كبير طريقة التواصل على الصعيد العالمي وتحولت من أداة لتقريب الناس من بعضها والتسليع لسلاح بإيد العلامات التجارية والشركات وأكيد قادة الرأي يعني نشر موقع سوشيل ميديا قائمة من الحقائق المدهشة عن مواقع التواصل الاجتماعي رح نخبركم عن أبرزة بيقول هذا الموقع أن النساء بيستخدموا السوشيل ميديا أكثر من الرجال فبحسب آخر أرقام الأحصائيات بنسبة 73% كانت للنساء مقابل 65% فقط بين الرجال أيضا مع حلول سنة 2018 صار عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم 2.62 مليار مستخدم ورح يوصل لأكثر من 3 مليارات مستخدم بعام 2021 أظهرت أيضا الإحصاءات أن صغار السن بيحبوا مواقع التواصل أكثر من غيرهم ف88% من الشباب بين عمر 18 و29 بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعية على الأقل واحدة منهم وبعضهم الشباب الأكبر سنة بين 30 إلى 49 بنسبة 78% وأكيد من فئة الخمسة إلى 64 سنة بنسبة 64% فقط ما بتشكل يمكن نسبة محبي مواقع التواصل الاجتماعي من الشيوخ اللي هنه بيكونوا فوق الـ 65 أكثر من 37% فقط من المستخدمين بآخر الإحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي حققت نتائج إيجابية جدا على مستوى التسويق الاحترافي فرفعت ولاء المتابعين بنسبة 63% وزادت أيضا المبيعات بنسبة 53% وقادة الرأي بنسبة 46% وأوت التعاون بين المؤسسات بنسبة 49% يعني الأرقام اللي عم نشوفها ورد هي فعلا جدا كبيرة يعني عم نشوف قديش اليوم صار التسويق عبر السوشال ميديا وعبر المواقع وعبر الشخصيات العامة هو صار اليوم رقم واحد بعالم الدعاية والإعلان وبعالم التسويق واللي هو عم يحقق إفادة أكبر وربح أكبر وبطريقة أكيد أسرع وهون منأكد على ضرورة الذكاء تلقي الخبر أو الإعلان أو المعلومة ممكن لحده صورة وكتب فوق كلمتين وعندها صارت جاهزة للنسخ واللصق والتداول نحن رح نروح لعند مدام نجلة قباني من بعد هالفاصل لنعرف حظوظنا